اشتركوا في القناة 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 ما شفته أكد تكون مع الواي طيب الواي شو معها زي مثلا بدي أفرجيكم هون اللي هو مثلا مع الواي رح يكون في عنا زي هيك هاي الأعلى أعلى 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 أشياء الأعلى بشكل كامل هاي كلها بتروح مع الواي يعني كل هاي الأسئلة اللي أنا نحليتها على طول هدول كلهيتهم رح يكون جوابهم الواي بشكل كامل فاللي بدأ أوصل لكم إياه إنه في جدول بين الان والواي إذا درستوا منيح وركزتوا فيه إذن أنتوا أموركم بتكون مية بالمية طب وبس بتميزوا لا بتترجموا ولا بتوصل لمرحلة طب بل كي بدياني أصيغها أو كذا لأ أربع خيارات حدفنا تنتين ضلبين الواي طب ليش بس تنتين لأنه اسم الدرس ضميرين من الواي فإذن أنا جواب يا إن يا واي خلينا نرجع نكمل الأسئلة اللي موجودة معنا طبعا زي ما حكيت لكم فيه البونبوناتو إلى آخر هي بتكون كلها مع الان أوكي خلينا نيجي هيك أوكي حكينا كل هاي الدو بتكون مع الان فإذا رح عامل رح عاملكم زي هيك هاي يعني أنه كلهم جوابهم الان عشان تكونوا تفاهمين نيجي نكمل برضو في عنا هون الدو أنا مدامي شفت الدو إذن على طول كمان عشان توصلوا لهاي المرحلة لأنه هذا السؤال حرام الطالب ما يكون دارسه سواء جابوا منه ثلاث أسئلة ولا سؤالين حلوين 8 علامات أو 12 علامات برضو هي في دو وهي دو كمان رح يكونوا على الان نكمل الآن شايفين جماعة البون بونات برضو سواء البون بونات طبعاً بغض النظر شو كانت تطابق تبعهم سواء البون بتاعت المؤنث اللي هي الـ سواء المؤنث الجمع سواء المذكر أيوا سواء المذكر البون العادية زي هاي أو المذكر الجميع بغض النظر شو Baltimore تكون موجودة معنا المهم خلينا نجيأ sewer نشوف شو بدنا نجاوبها على طول الآن كل هاي البنبونات رح تروح مع الين على طول لأنه الموضوع كتير سهل أنا بس بميزهم وبناء أن هذا الحل بيطلع معاي برضه هون في عندنا الدو وهي الدو الأقصرف كل نياتوا بروح على الين ما في داعي أقرأ الجملة وأعرف شو جوابها وكذا كذا آخر السؤال نفسه بحدد من آخره شو المفعل به اللي بيكون موجود بناءً عليه التكملة بنحدد يا جماعة الدو يا جماعة الآ يا بنبونات يا أحرف الجر كمان شو رح نشوف الدون والشيو والشي هدو طبعا جماعة الواي الآن هاي الأو والآ لا والآ الأبوستروف والآ الأبوستروف كل رح يكون مع الواي بشكل كامل هاي هاي مع الواي وهاي 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 كل هيتو وصلت كيف الفكرة؟ فهو الدرس كتير منيح كتير سهل بس إحنا بدنا نركز إنه كل هم هدول بيكونوا مع جماعة الواي طبعا أنا ده صدفة إنه أنا كنت كل الأسئلة في الكتاب حطيتهم لبعض عساس بظلكم تتدربوا فإنتو بتكونوا فاهمين إنه خلص يا جماعة الآ يا جماعة الآ مبدئيا طبعا بس بدكم تركزوا مثلا زي الدانس هاي الدون مش تروح تفكروها إنها الدو بتروح تحطول إياها إي أن خطأ هاي تعتبر حرف جر بتروح بتدل على المكان إذن بتروح على الواي طبعا إنتو فاهمين شو الفكرة بين الواي وبين الدو أنا مش عارفة ليه بظل يتفلت هون المهم فهون على طول رح يكون معانا الواي تمام فما تفكر إنه أي إشي زي حرف الجر دي إنه يلا خلص كل إشي زي الدانس أو الدو هدول كله إي أن لأ الدانس في التحديد هاي بتروح مع جماعة الواي لها بتدل على المكان الإي يو برضو كمان بدها على المكان إذن مباشرة رح نحط إنها واي أوكي نيجي الآن لهون آلى سوس الآلى بتدل على مين؟ على الواي إذن أنا مباشرة رح أحل إنها مع الواي هون الدو دو دو كله على الإي أن هاي لأ هون إي أن إي أن إي أن بس هاي الفكرة فلما يجينا السؤال كيف بدنا نميز إنه على الإن والواي من خلال الخيارات بحضف أي خيارين تانيين بخلي بس الإن والواي برجع شو بحكي حسب اللي بيكون فيه البنص زي مثلا هاي السؤال بحكولي الطلاب مس أنا أنتبه على دو سيك ولا على دون لوتاي برضو هنا فيه عندنا دون لوتاي بلاحظ هذا السؤال كثير متكهد معنا أنا عشان أخليكم ترتاحوا وتكون فاهمين اللي بيكون بهاي القسم ممنوع يتكرر وإحنا لأنه ممنوع بحط بذالة لضمير لاحظوا هون رجعت دون لوتاي إذن أنا ما بقدر أحل بناءا عليها لأنها تكررت فليش أنا خطرت الدو سيك لأنه أنا أصلا قصة الضمير إني أنا ما أرجع أكرر للإسم أنا أخدت الاسم كله خلص عرفت أنك أنت بدل الإي أن حطيت الإي أن لنفرض هاي اللي ما كانت موجودة بتروحوا بتحلونها نفس الاشي اللي هون دون لو شوكولا هاي دون لو شوكولا فافتحكوا لأ معناها ما بدا نحل عليها بدنا نحل علي صار محظوف من القسم الثاني لأن أنا حذفتك بس بدي أحط بذالك ضمير هيك الفكرة بتصير تمام الباقي كله دو 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 إلى آخرهي شوفوا كيف بدي أشوف لكم إذا في أفكار جديدة كل هاي بالنسبة لموضوع اللي هي الدو والدولة وإلى آخرهي الآن في أنه هنا كلمة فينيقغ اللي هي الخل الخل يعتبر اسم مذكر شاذ فعلى طول بدها تكون مع الدو الآن كمان شغلة هون دو فينيقغ ألا سلد بحكول الطلاب أختار عن الألا سلد ولا على الدو بحكي إذا إيش تكرر في الخيارات إذا انسوا هاي بشتغلوا على هاي الدو شو بدها بتكون واي ولا اللو ولا الإي أن ولا اللي أكيد بدها اللي هي الإي أن فإذا جاب لكم الخيارات صغار ولا طوال زي هيك عادي جدا أنتم بتلاحظوا من جواتهم وين موجودين مهم ما يا بيجيحزوا لنا الجملة مثلا زي هيك وي ج أو ج بغض نظر طولي جو وبكونوا حاطنين للخيارات بشكل صغير أو ممكن نفس الجواب يكرروا لنا يا بشكل كامل فالموضوع كتير سهل بدكوا تركزوا هاي هون الدو بتختلف على الدي الدو اللي هي الدانس ركزوا فيها كتير مميح دايما بحكي للطلاب حطوها في الهاي لايتر في أي إشي ممكن الواحد يسهى وروح يفكرها من جماعة الإي أن فمباشرة بتحكولي هي مش من الإي أن هي حرف جر للواي بالدو على المكان هيك بالنسبة لموضوع أسئلة الان والواي كتير سهلين أي حدا بيواجه أي صعوبة يحلوا لأي سؤال من الكورس يبعتلي على الرقم الواتس أف زي ما أنتم شايفين هون في نهاية كل صفحة ابعتولي رقم الصفحة المعينة بالكورس شو قصة السؤال ليش أنت وقفتوا عليه ممكن أنا في ملاحظات بسيطة جدا ما تكونوا من تفنين لألها أنبهكم عليها يعطيكو ألف عافية شكرا لكم على أمتالي وفتحوا في صفحة الواتس وفتحوا في صفحة الواتس اشتركوا في القناة